السوق مليان مكملات غذائية وما حدا بيحب يصرف مصاريع الفاضي بهذا الفيديو رح نتعرف على أهم ثلاث مكملات غذائية اللي رح تساعدك توصل لهدفك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله كيف قنا جمعا شو أخباركم إن شاء الله بخير محمد منافذ وفايفو كوتش أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد فيديو اللي هوم هو عبارة عن إيجابة عن تساول أحد الأصدقاء الأخ عبضل عم يسأل سؤال كوتش ممكن تحكي عن أفضل خمس مكملات أو ثلاثة المتقدمين للضخامة أنا بهذا فيديو يا جماعة اخترت ثلاث مكملات بدل خمسة ليش لأنه أنا ما كتير بحب أنا مو ما بحب أنا ماني ضد استخدام مكملات بس ضد المبدأ طبع إنه المكملات هي اللي رح تبني لك عضلات لا ما بعرف ليش يا جماعة نحنا عم نتأثر كتير بالدعاية الدعاية هي المفروض إنه تجد بك لتشتري مكمل غذائي ما في مشكلة هذا هو اسلوب الدعاية بينك أنت يعني تعرف قيمة هالمكمل غذائي وتروح تشوفه كويس وتشتريه وبين إنك تعتمد على المكمل غذائي على إنه هو يلي بدي يبني لك عضلات لا يا جماعة المكمل غذائي من اسمه مكمل غذائي أنت المفروض إنه تمرينك كويس أكلك ممتاز نومك وراحتك ممتازة ويجي المكمل الغذائي عوضك عن بعض النقص اللي موجود في التغذية تبعك فهذا هو السبب اللي خلاني ما كتير في المكملات الغذائية فلذلك اليوم خلونا نتعرف على أهم ثلاث مكملات غذائية المكمل الأول اللي هو الكرياتين بعرف إنه كل هاتكم تعرف الكرياتين بعرف إنه واحد من أهم المكملات ومن أقدم المكملات اللي موجودة بالسوق وكل هاتنا بنعرف إنه آه الكرياتين رخيص وناس بتقول لك بيأثر على الكبد وما بعرف شو هل كلام هدا كل هاته ومن المكملات اللي بيسموها يعني underrated يعني مهمل الناس ما كتير بتعطيه بال ولكن صدقوني الكرياتين من أهم المكملات في لعبة كمال أجسام الكرياتين رح يعطيك حجم عضلي رح يساعدك تبني حجم عضلي بالإضافة لأنه رح يساعدك تزيد في القوة العضلية تبعك حجم عضلي وقوة عضلية شو بدك أحسن من هيك أنت أساسا رايح تتمرن مشان تكبر عضلاتك ومشان تزيد قوتك طيب ما الكرياتين من أهم العناصر الغذائية أو بالأحرى من أهم المكملات الغذائية يلي رح يساعدك توصل لهالهدف هذا هل يا ترى موجود بالأكل ايه موجود باللحم وموجود بعدة مصادر تانية ولكن بكميات قليلة جدا فأنت وقت اللي بدك توصل لإحتياجك من الكرياتين ما رح تقدر توصل لإحتياج هذا عن طريق تناول الطعام فلذلك واحد من أهم المكملات اللي بنصح فيه من هل ثلاثة هدول هو الكرياتين المكمل الثاني هو البروتين أنا بحب الوي بروتين ممكن أنت تاخد بروتين تاني إذا أنت كنت شخص نباتي ممكن تستخدم البيجان بروتين إذا بتحب اللي شو بيسموه الايج بروتين أو الكيسين بروتين إذا بدك هضم بطيء أنا بحب الوي بروتين الوي بروتين هو أعلى قيمة بيولوجية من مصادر البروتين كل آتا فأنت هلأ ممكن تقول لي أنه طب كبتل البروتين ليش استخدمه مكمله هو موجود في الأكل صحيح أنا بفضل أنك تاخده من الأكل ولكن أنا عمقول من أهم المكملات لأنه هو المكمل الغذائي اللي عادة عادة بيصلح البرنامج الغلط تبع الشخص يلي ما عم يقدر يوصل لإحتياجه من العناصر الغذائية فلذلك أنا بختار الوي بروتين دائما في كل البرامج الغذائية إلا إذا الشخص ما بيحب يستخدم مكملات إذا مثلا الواحد عم يتمرن ويقول لي كابتل أنا ما بحب أخذ البروتين ما بحب طعم البروتين بدايئني ما بحب استخدمه ما بحب أشربه ما بحب أصرف مصاري على البروتين أنا بحب الأكل أكتر فلذلك أنا بتمع الأكل ولكن لو شخص ما عنده مشكلة في هالأمر فأنا دائما تقريبا 90% بحط البروتين في المكملات الغذائية تمام يا جماعة؟ فإذا هذا هو المكمل الغذائي الثاني خلونا نحكي على المكمل الغذائي الثالث يلي هو شوي تستغربوا مني اللي هو الفيتامينز ولكن أنا ما بدي أحكي لك على فيتامين واحد أول شي يا جماعة بدنا نمشي بهذا المكمل صح أنا وقت اللي يقل لك فيتامينز أنا ما عم بحكي لك على فيتامين واحد أنا ما عم بحكي لك على مثلا فيتامين سي أو مثلا فيتامين دي أنت كيف بدك تعرف هالأمر هذا أفضل طريقة ونصيحتي لألك لو تستثمر شوي من يعني هالمبلغ البسيط هذا اللي رح ساعدك أنك توفر مصاري طول السنة أنك تروح وتعمل تحليل دم وقت اللي أنت تروح تعمل تحليل دم يطلع معك التحليل بتشوف التحليل هاد بتشوف أنا ناقصني فيتامين إي تاخد فيتامين إي من الصيدلية ناقصني فيتامين دي تشتري فيتامين دي من الصيدلية ناقصني حديد تاخد حديد من الصيدلية ناقصني مثلا شو العنصر الغذائي أو الأحرى الفيتامين أو المعادن أو الشوارد أو هالأمور اللي ناقصتك بتروح تشتريه من الصيدلية فلذلك أنا ما عم بحكي لك على فيتامين معين ولكن إذا أنت البيتامينات تبعك كلية كويسة وما عندك نقص وهذا الأمر شبه مستحيل يعني ولكن فرضنا هيك فإذا ما عندي مشكلة إنك تاخد بعض المكملات مثل مثلا أنا عم بحكي مثلا ما عم بعمل دعاية ولكن مثلا الأنيمال باك الأنيمال باك هو واحد من المكملات الغذائية يلي معمول خصوصي للعب الحديد أنت كلاعب حديد رح تعرق كتير في التمرين فرح يلزمك إلكترولاينز أنت كلاعب حديد رح يلزمك كالسيوم رح يلزمك شو بيسموه هاي الأرفة رح يلزمك السينمون يعني رح يلزمك الآيرن الحديد رح يلزمك كتير أمور أنت كلاعب حديد وكرياضي من هالرياضة هاي أكتر عن الشخص العادي فلذلك أنا ما بيهمني هالفيتامينات هاي مشان القيمة الغذائية تبع البيتامينز لأنه أنت مثلا وقت اللي يكون احتياجك ألف ميلي جرام من الفيتامينز وتروح تشوف المنتج هذا مكتوب لك عليه خمسين ميلي جرام أو ستين ميلي جرام أنت ما جبت شيء من الألف اللي أنت المفروض تاخده ما رح تاخد عشرين حبة مشان توصل للألف ولذلك أنا ما بيهمني القيمة الغذائية تبع البيتامينز ولكن بيهمني القيمة الغذائية يلي أنه تغطي لك الاحتياج الأدنى من الفيتامينات بالإضافة لأنه تعطيك بعض المعادل والشوارد والأمور هاي اللي بتلزمك أنت كلاعب حديد فإذا أنيمال باك هو واحد من المنتجات اللي بنصح فيه فيه منتجات تاني كتير ممكن أنت تعمل الريسيرش سبعك ممكن تشوف الشركة تبعك المفضلة أو مثلا تروح على محل المكملات الغذائية اللي قريب عليك وتشوف شو مكمل المالتي فيتامينز اللي موجود بالإضافة لبعض المكونات اللي بتفيدك أنت كلاعب حديد تمام يا جماعة هذا الفيديو بالمختصر الشديد بتمنى الإجابة تكون عجبتكم مشكورين على المتابعة وبالتوفيق اشتركوا في القناة